وحول الشكاوى من ترد النظافة العامة في مستشفى البشير بسبب تعطل عمل المصبغة قال زريقات إن إدارة المستشفى غرمت الشركة المسؤولة عن تقديم خدمات المصبغة مؤكدا عدم تهاون الإدارة أمام أي تقصير في هذه الخدمات في الآون الأخيرة تم مخالفة هذه الشركة المشرفة على المصبغة نتيجة لرداءة النوعية في غسيل البياضات والشراشف وآخر مخالفة لهم كانت الأسبوع الماضي بقيمة 2400 دينار أنا اعتبرت كل شيرشاف أو كل شغل اللي جاي من عندهم فيها رديئة النوعية تعتبر متلفة وقيمة الإتلاف حملت للشركة وسوف أستمر في هذه الحملة مع أي شركة سواء شركة نظافة أو شركة مصبغة أو شركة الأمن والحماية والكل بيعرف أن هذا القانون ولازم يطبق على الكل ترجمة نانسي قنقر